حول هذا الموضوع سرنا ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة صحة مساء الخير سعادة الدكتور وليد أهلا بك في نشرة الثالثة نشكرك على قبول الدعوة كيف تقرؤون تطور منظومة القطاع الصحي في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لسيد جلالة الملك المفدى خصوصا فيما يتعلق بتعامل فريق البحرين برئاسة سيدي سمو ولي العهد مع جائحة فيروس كورونا أوش مساء الخير صراحة بمناسبة عياد مملكة البحرين الوطنية هذه المناصبة العزيزة على قلوبنا أود أن أعبر عن صخري واعتزازي بدعم واهتمام القيادة الحكيم من حفظ الله ورعاها بالمنظومة الصحية تحقيقا لرؤية مملكة البحرين 2030 وصراحة ساهم ذلك في تحقيق العديد من الانجازات في قطاع الصحي بدل المزيد من الجهود لتقديم خدمات صحية وعلاجية بأعلى جودة ممكنة لكافة المستفيدين من خدماتهم كان طبعا لتجربة البحرين في إدارة مدازة فيروس كورونا كوفيد 19 النصيب الوافر من إشادات دولية واسعة حول الإجراءات التي قامت بها والجهود التي قدمتها مملكة البحرين ووصفت هذه الجهود بالنموذج المتميز بفضل حكمة سموية العهد نابل غادل على رئيس الوزراء الموقع والفريق طبعا الوطني لتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس والاستعدادات الاحترازية المبكرة التي اتخذت والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم في البحرين طبعا من أجل النهوض بالغطاء الصحي استمرت طبعا الجهات المعنية بتحسين جودة الخدمات الصحية والعمل نحو إنشاء عدد كبير من المشايع التطويرية طبعا تحسين المرافق الموجودة تحت مظلة الغطاء الصحي وباهتمام كبير من جلالة الملكة الله يحفظه ورعاه وهذه البرامج منها مثلا بعضها صممت من أجل تحسين آليات العمل وتطبيق الأنظمة الصحية مثل برنامج الضمان الصحي إلا الحين طبعا قضع شروط كبير نحو تحسين خدمات الصحية سواء في الرعاية الأولية والتسهير ذاتي للمستشفى الحكومية وهذه شاهد عن نغلة نوعية هناك كذلك مشروع مركز الجنوم الوطني الذي يفتتح العام الماضي وطبعا هو الآن الهدف منه رئيسي إن شاء الله بيكون في توفير حياة صحية وقاية من الأمراض سواء للأجيال الحالية والقادمة بإذن الله كذلك هناك كثير من المشاريع الإنشائية الرائدة مثل قيد الإنشاء مثل مركز مدينة خليفة الصحي وكذلك تم الانتهاء من تسليم عدة مشاريع إنشائية مثلا في مركز شيخ عبدالله بن خالد الخليفة ومركز شيخ عبدالله بن خالد الخليفة لغسيل كله ومشروع مركز سترة للرعاية الصحية الخاصة إلى جادة مشروع مواقف متعدد طوابق السلمانية وكذلك توسعة طوارئ مجمع السلمانية كثير من طبعا نفتخر في مملكة البحرين بهذا النظام حيث قامت بالاستثمار طبعا كذلك في كثير من الجوانب وعدت البحرين من يعني الدول العربية المتميزة في جميع التجارب سواء في مكاسحة فيروس الكورونا وكذلك الاستمرار بالخدمات المقدمة والحمد لله تستمر طبعا عجلة التطوير في إدخال طبعا جميع الطرق الجديدة في التشخيص والعلاج والتقييم وهذه ما تأتى إلا برعاية ويعني رؤية ثاقبة وحكيمة من قيادتنا المتمثلة بجلات المالك الله يحفظه ويرعاه وبسوء رئيس الوزراء الله يحفظه في هذه الأوقات نعم سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا